اي بي جيمينج و فيديو جديد و ازايكم يا ابطال عامليني و وحشيني جدا 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 قبل ان نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصال على النبي عليه يافضل السلاة و السلام وفيديو النهاردة اخيرا رجعنا للإكسسوارات المجانية بان كتير او يا ابطال مش بنشوف افنتات ولا بناخد اي اكسسورات مع ان فيك حاجات كتير او بتنزل ولكن يا ابطال في الشهر ده حاجاتها تنزل اكتر واكتر لان يعني خلاص يا باشا احنا في اخر السنة وكل السنة وانتو طيبين ايوه سنة 2022 داخل علينا وخلاص يا باشا واتمنى يا ابطال ان شاء الله يكون السنة الجاية تبقى سنة سعيدة علينا وعليكم باذن الله في الله بينا مش عايزين نتكلم كتير المفروض النهاردة فيه افنت او ستوري تمام هو تقريبا كان مبارح ولكن هو ده ابطال الافنت تمام ويه المفروض اللي احنا ناخد منه ندارة او ستورية جمدة جدا يلا بينا ابطال ندخل علي الماب زي ما انتو شايفين يا ابطال المفروض دلوقتي يا ابطال اللي احنا دخلنا علي الماب تمام والمفروض اللي تقريبا الماب دي عبارة عن اللي هو بقى يا باشا انتراج المشهور وقعدين بقى بيصوروا فيك تمام احنا مش محتاجين كل ده ولكن احنا محتاجين بس ازاي ناخد النضارة اللي جاينا اخدها النهاردة المفروض يا ابطال هتيجي ندوس هنا المفروض اللي كل دي تقريبا مهام اول حاجة يا ابطال بيقولك Red Carpet Interview المفروض اللي هي يقصد السجادة الحمرة اللي هي دي تقريبا هتعمل Interview مع الناس او الموزيعين اللي هم دول اللي قدامنا دول وتقريبا يا ابطال بعدها هنروح بين للمدير وهنفعل حاجات وتقريبا اخر حاجة هنا بيقولك Talk to مع الستدج دمام Manager تمام مواضح كده يا ابطال اللي احنا يعني كل حاجة نعملها هنا وان شاء الله تبقى كل حاجة سهلة بينا يا ابطال مع اول شخص كده تعالوا يا نهارب انا عايز اتحدث معها لحظة كده كده يا ابطال نتحدث معاه نقوله كده والله يبص انا مش فاهم لان ده موضوع كبير تمام ولكن يلا لد سجوء يلا ودي عادي يا ابطال لو جربت على اي حاجة يعني مش غلط تمام بس وكده تمام ومفروض يا ابطال احنا او عملنا كده اول مهمة المفروض يا ابطال تقريبا المهمة التانية اللي احنا ندخل بقى جوه يا باشا ويه نتكلم برض ايه ده الفيلم اللي شغلت يا جدعان او ماي جود انا حصلت نفس ان مشهور كده ليه لاحظة كده يا ابطال المفروض بقى ندخل جوه او ماي جود كل ده ناس واو ايه ده والله افترات انا اللي قدام هنا ده انا هرب مش انا قس المفروض يا ابطال نروح نتكلم البنت دي بقول لكم ساتري البنت دي تمام يلا لاتسجوه يلا ندوس بس يا ابطال كده خلاص خلصنا تاني حاجة الحاول يا ابطال الحاجات دي تقريبا بنادر نشتريها بروبوكس ايه ده لا اذا كده انا مثلا عايز دي او ماي جود ايه ده بميت روبوكس البانانا دي تقريبا جوه الماب والله دي بردك يعني يعتبر تبع الايفنت والله ماعرفش ايه ده ابطال ده كمان فينا مكان تاني او ماي جود اكسم بالله يا ابطال حاجات حلو وقوي وتقريبا يعتبر كده بالنسبة لشكلها والجمالها يعني يعتبر سعر قليل ولكن لاتسجوه يا ابطال عشان تقريبا المفروض ندخل في اماكن كتير زي دي ايوه بالزبط يا ابطال لازم نروح المكان ده ونكلم يشخص اللي جوه لحظة وفي حد جوه اللي انكلم ده الو يلا واضح اللي احنا انكلمه كنجمي تعالا لاتسجوه يلا باش ندوس كده وبس كده المفروض عملنا ايه ده عملنا ربعة بقى انا اتنين بس يا ابطال تقريبا ان ابطال فيه متاهة جوه لازم تقريبا نعديها وبقى اللي احنا نجيب الكريستالة معرفش يا ايه دي ولكن لاتسجوه يا ابطال اهم حاجة من توهش عشانها بتوه بسرعة لحظة او ماي جود اوو عايش يا ابطال ايوه بس كده يا ابطال المفروض كده احنا فعلناها وبقى مش بقى لنا غير واحدة بس لحظة بقى عشان احنا توهنا كده هنتوه ايه يا جدعان قال له عايز حد روح معاه طيب ايوه ايوه ايزي ايزي اسلام يا جدعان ايزي والله تمام عدينا ومشينا وكل حاجة تمام المفروض يا ابطال اخر حاجة هنروح دلوقتي نتكلم مع الشخص اللي هناك ده عشان ناخد النضارة تمام لحظة كده يا ابطال نشوف اخر شخص ده عايز مننا ايه او ماي جود واضح اللي احنا هنتكلم مع شخص كبير اوو عملناها كده خلاص ايزي يا جدعان تمام كده يا ابطال المفروض بها اللي احنا نطلع على الستيج تمام او ماي جود يا مفروض اينا بدل ملابسي واو مولوكو اي انا عايز البس ايه وايوكو كده واو اكسم بله ستوري حلو جدا تعالوا ابطال معنات دارة كده فخمة هي عيني مش معنات دارة ولكن لا تقلهوش ايه ده واضح اللي فيها يا ابطال حاجات جمدة جدا هما لسه كمان ينزلوها تمام يا ابطال احنا نجل الزلوات عشان نطلع على الستيج يلا بينا هبا ايه احنا الابطال ايه بالجيمين جيد جمدين ووو جمد والله يا ابطال طب اكسم بالله جمد قوي ويلا بينا كده بقى عشان احنا مفروض اللي جانا تقريبا يا ابطال اخر حاجة بقى مفروض بنعملها اللي احنا نقف على الدوريات دي تمام كل دايرة المفروض بنت بتقف عليها تقريبا وبتعمل منظر بقى والناس بتقعد تصورك وكده وبعدها تقريبا كده بيجي لك يعني زي ما تشوفوا دلوقتي قدامنا المفروض اللي هو دلوقتي هيجي لك يعني البدج تمام ويه المفروض اللي هو هيقول لك الايتم معك يا بجا في الافاتار اضشا لحظة كده يا ابطال نجرب كذا حاجة كده المفروض اللي هو دلوقتي هيعمل لأنه المفروض احنا كده عملنا خلاص اعملنا واحد ا اتنا تت اربعة خمسة عملنا الخمسة يا جدعان فمفروض مش محتاجين حاجة تاني كمان كده خلاص تقريبا يا ابطال في كل دايرة لازم نعمل فيها حاجة تقريبا ايوه كده الجامل او ماي جود يا ابطال لحظة بقى عشان اخر دايرة كده وحماس المفروض كده خلاص يا ابطال لحظة كده بقى كده كل حاجة جميلة والمفروض كده خلصنا ننزل بقى باشا من هنا وماي جود يا ابطال واخدنا البدج تحت تمام ويلا بينا عشان نروح الافاتار بتاعنا ونشوف جهنة ولا لأ زي ما انتم شايفين يا ابطال الافاتار بتاعي دلوقتي المفروض اللي هي تقريبا بتنزل بعديها بشوية ولكن يعني اللي هو مساء ممكن تقولي بساعة ساعتين تلاتة ولكن المفروض اللي هي تنزل على طول انا اوما رشوف ايفنت كده ولكن احنا المفروض يا ابطال في الفيديو ده انا علمتكم ازاي تجيبوها فيعني عايزكم بقى ابطال كلكم تجيبوها ورابط المبعي يكون تحت في الديسكريبشن فبس كده يا ابطال وعن طبع الفيديو النهاردة خلص اتمنى يكون اعجبكم في فيديو النهاردة ما نسيتوش تحب تراعيك الفيديو وسبسكراب للقناة اما حاجة تفعلوا زر الجرس بس عشان نزولكم كل فيديوات الجيمينج الجهة الجديدة وبس كده ابطال الجيمينج والسلام الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك ايوه جدع الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك ما ننساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي ايوه بقى اوه اوه يلا ولا